الملابس المتلوثة بدم الحيض وتقول هل إذا وضعت في الغسالة وغسلت عدة مرات يكفي أم لا بد من فتح ماء الصنبور عليها كذلك الملابس التي يعني النظيفة التي اختلطت في الغسالة مع ملابس نجسة يعني ما حكم ذلك وتقول بعض النساء يقولن هذه نظافة وليست طهارة أختي معبد الله بارك الله فيك أولا بالنسبة للمرأة إذا يعني وقع دم الحيض على ثوبها فإن الواجب عليها إزالة هذه النجاسة لأنه كما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتحته ثم لتقرصه ثم تنضحه بالماء ولذلك المرأة كما جاء يعني تفسير هذا عند أهل العلم تفرك هذه النجاسة تضع بين أظفريها وبعد ذلك تغسله بالماء وهذا الدليل على أن دم الحيضة نجس ويجب أن يغسل حتى يزال الأثر من الفقهة من يذهب إلى أن فيه التسبيع ما معنى التسبيع يعني يغسل سبع مرات وهذا مذهب من مفرداته لكن الراجح اقتلاع عين النجاسة بالماء فإذا ذهبت عين النجاسة طهر الثوب ولا حاجة إلى غسل الثوب كاملا ما في حاجة أن المرأة تغسل الثوب كامل وإنما تغسل البقعة التي وقع عليها دم الحيض تقول والله نحن نغسل الثوب كامل ما في بأس ما في بأس كذلك النجاسات يعني مثلا خاصة ما ينجسه الأطفال أو ما يقع من الأطفال من النجاسات على ثيابهم فإن النجاسة تزال اللي حاصل عند أغلب الناس أنهم يدخلون الثياب النجسة مع الثياب الطاهرة في الغسالة ويغسلونها ويتكرر عليها الماء هل بهذا تكون طاهرة الجواب نعم إذا فعلا غسلت وذهبت عين النجاسة وتكرر عليها الماء وخرجت نظيفة ليس فيها نجاسة فإن الثياب طهرت لكن أنا نبهت سابقا وأنبه الآن إلى أن هذا يجعل هناك من يبتلى بالوسواس تجاه هذا الأمر والدليل الأختم عبد الله حينما سألت لماذا؟ لأنه بدأت تشكك فلذلك يا أخواني يا أخواني أنا أعطيت طريقة في جواب لي سابق أن هذا الثوب النجس قبل ما أضعه في الغسالة أغسله خارج الغسالة أو أغسل النجاسة يعني أزيل النجاسة خارج الغسالة فإذا أزلت النجاسة أطمئنت نفسي بعد ذلك أدخله مع الثياب المتسخة وليست النجسة لأن الثياب عندي المتسخة هذه التي تحتاج إلى التنظيف هذه سيختلط مع النجاسة ويصيب الناس الوسواس وإن كنت أنا قلت بأن هذا عملية الغسالة وعملية الماء المتكرر على الثياب تطهر الثياب ولله الحمد وتكون طاهرة وليست نجسة لكن أنا أجزم يقينا بأنه سيحصل وسواس عند بعض الناس فلذلك النجاسة معروفة على الثياب تغسل خارج الثياب تقتلع عين النجاسة وبعدين توضع لغسل الوسخ مع بقية الثياب هذا أسلم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر